أهلا بحضراتكم من جديد قبل ما أدخل في تفاصيل الكورة والأحداث القروية اللي شهادتها الساحة في الفترة الأخيرة مطش الأهل والجونة علم علول وتقليده بإشارة قيادة وكابتانة النادي الأهلي في مباراة الأمس والكلام على قضية الشيب وحسين الشحاب تعرفين السوشيال ميديا والساحة الرياضية فيها كلام وفيها تفاصيل كتيرة ولسه كمان عندنا الفترة الجاية مباراة الأهلي وترجي بس لا ميجي نتكلم على الأحداث الخاصة بالمباراة وإزاي الأهلي يستعد لهذا اللقاء لكن قبل ما أخش في التفاصيل دي في الساعات اللي فاتت كده ظهر واحد اتنين ممكن يبقوا ثلاثة بيتكلموا في حاجات ما ينفعش نعديها وأنا هنا دايما ما بحبش قدي الناس حجم أكبر من حجمها بكل صراحة يعني في ناس حجمها يا دوبك يعني ما تاخدش مننا أكتر من ديئة ودئتين وفي ناس حجمها أصلا ممكن ما نقولش أسمائهم ولكن ماتش الطيران بارح فريق السيدات بالأمس فريق الزمالك كسب بطولة إفريقيا النادي الأهلي بينظم البطولة ألف مبروك لمجلس إدارة نادي الزمالك ولا نادي الزمالك الفوز بالبطولة الإفريقية في النهاية النهائي مصري في بطولة إفريقية الأهلي والزمالك هما عمداء الكرة والرياضة في العالم أو سوريا في أفريقيا أو في الوطن العربي فبتتكلم مثلا في كرة قدم أهلي وزمالك نهائي دورة أبطال وكنفدرالية بتروح على سوبر إفريقيا لكرة اليد أهلي زمالك بتتكلم على نهائي بطولة إفريقيا للأنسات للكرة الطيرة أتلاقي أهلي زمالك دايما الأهلي زمالك هما عمداء الرياضة المصرية والإفريقية والعربية ودي حاجة بالتأكيد بتسعدنا وبنبقى سعاداء بيها الحمد لله الأهلي في مراحل عديدة جدا بتتكلم مثلا في انتصارات ما يقرب من 70% لـ 80% من عدد المباراة بيكسب فيها نهائي الزمالك وهي الرياضة دايما مكسب وخسارة ولكن انت مبارح ما كانش التوفيق معاك فريق الأنسات في الشط الرابع يمكن استسهل المنافع شوية شاف إن المطشة ممكن يكون مضمون عموما طبعا في الكرة أو في الرياضة تحديدا الكلام ده مبقاش مناسب ولكن هارد لك في خسائر أو في خسارة أكيد فيها جوانب لازم تستفيد من خلالها وفريق الأنسات أكيد يعني يستفيدوا من خلال ما حدث في هذا اللقاء والمباراة انتهت والتنظيم كان جيد في أرض الملعب وفريق الزمالك استلم أو فريق الأنسات استلم كاس البطولة والأمور انتهت بعد المباراة ما انتهت وخلصت والناس كلها رواحت لقيت لك الناس مبارح أو مش الناس واحد واثنين كده بيحبوا يبقوا تريند على السوشيال ميديا يعني وعشان يبقوا تريند لازم أعملوا حاجة غلط حاجة إيجابية مش هتليقها تريند حاجة سلبية هتبقى تريند ما هي مدرسة خلاص بقيت مدرسة واحد هجاز بقى تريند فالكل عايز يهجز زيه فوعد امبارح طالع والله النهاردة بقوا اثنين والله أعلم على بليل ممكن يبقوا تلاتة يقول لك ايه المهندس خالد مرتجي فين امبارح من وقع التسليم الميداليات وكأس البطولة وعشان هو جاهل واللي بيردت الكلام زيه إنسان جاهل عن فهمه ونقوله إن فيه بروتوكول إيه هو البروتوكول؟ إن فيه رئيس لللجنة المنظمة وهو عضو في مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ محمد الضباطي زي ما كان موجود في بطولة إفريقيا وفي فاينال بطولة إفريقيا للقرة الطائرة رجال كان موجود بالأمس في بطولة إفريقيا للقرة الطائرة للأنسات وكان بيشارك امبارح فيه مراسم التتويج مع رئيس الاتحاد أو السيدة بشرة بالتأكيد رئيسة الاتحاد في الاتحاد الإفريقيا للقرة الطائرة وكان بيشاركة فيه تسليم الميداليات وكأس البطولة إيه الداعي إن يكون فيه حد من المجلس يكون موجود فيه أثناء تسليم الميداليات ده مش موجود فيه بروتوكول يا فندي وبعدين في تسليم ميداليات بطولة إفريقيا للقرة الطائرة رجال هل المهندس خالد مرتكي كان موجود في هذا التسليم وفي هذا البروتوكول وما كانش موجود فيه بطولة أنسات لا لكن هنا ولا كان هنا لأن فيه رئيس لللجنة المنظمة حتى لما تم دعوة الكابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه وعافية ربه ويرجع سالم غانم في الأيام اللي جاية بإذن الله إن شاء الله لما كان موجود حتى في هذه المباراة نزل بيسلم طبقا للبروتوكول بدعوة من الاتحاد الأفريق واللجنة المنظمة بتسليم كأس البطولة أو تسليم حتى فكرة مين أفضل لاعب في هذه البطولة تبقى للبروتوكول بدعوة ولكن بالأمس حتى الكابتن محمود الخطيب ما كانش موجود نتيجة ظروف المرضية ألف مليون سلام علي يا رب بإذن الله نطمئن عليه في الأيام اللي جاية ونشوفه بإذن الله في النادي الأهل بيواصل اجتماعاته عشان الفترة احنا كمان داخلين على يعني حاجات مهمة جدا على المستوى الإفريقي في كرة القدم فامبارح الكابتن محمود الخطيب ما كانش موجود ولكن كان موجود رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ محمد الدماطي إيه بقى فكرة اللي احنا نقول الأستاذ خالد مرتاك كان موجود مبارح بيحدى المبارح ليه ما نزلش؟ هينزل بصفته إيه؟ ما رئيس اللجنة المنظمة موجود ولو الاتحاد الإفريق واللجنة المنظمة موجهة دعوة دعوة لبقى أعضاء المجلس كانت تبقى موجودة وبعدين ما انت عندك مبارح فيه أعضاء مجلس دارة نتز مالك كانوا موجودين كانوا موجودين هل بيشاركوا في مسألة تسليم الميدليات وكأس البطولة؟ ده بناء على بروتوكول وانبارح الناس كانت موجودة سواء الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة أو الأستاذ نايرا الأحمر عضو مجلس الإدارة كانوا موجودين وانبارح الناس اتكلمت وخرجت بكل تلقائية والناس كانت مبسوطة مبارح بالمشهد اللي شفناه في الصلاة بعد انتهاء المباراة ايه الداعي بقى اللي احنا نقول أصل الأستاذ خالد مرتجي أمين صندوق نائب رئيس أو أمين صندوق ما جزرت النادي الأهلي ما كانش موجود مبارح فيه المرسم التتويق ده على أي أساس؟